شجرة التين من نفس النوع ونفس الصنف ونفس العمر ونفس كل حاجة الشجرة المزروعة في حق المكشوف مختلفة عن الشجرة المزروعة في مزرعة غطبة أو الشجرة المزروعة في منزل أو الشجرة المزروعة في محمية مقلغة أو شبه مقلغة المزروعة في حغل المكشوف تتعرض لعوامل منخية تؤدي إلى سقوط جميع الأوراق ودخول الشجرة في مرحلة سبات وسكون طوال فترة الشتاء أما المزروعة في المنزل أو المزروعة في مزرعة رطبة أو المزروعة بالغرب من الساحل هذه لا تتعرض لعوامل مشابعة للعوامل التي تتعرض لها الأشجار في الحقول المكشوفة بالتالي تحتفظ بالأوراق والنمو يستمر والإثمار أيضا يستمر طوال فترة الشتاء ونضج الثمار يقوم بشكل متتابع ويزيد في فصل الربيع لذلك خطأ أنك تطبق عمليات زرعية تطبق على أشجار تجارية في حغل المكشوف تطبقها على أشجارة عندك في المزرعة أو أشجارة في المنزل الأشجار المزروعة في الحقول المكشوف وخاصة تجارية هذه لها مواعيد سنوية مواعيد تغليم وتسميت وضبط الريع علشان أنها تثمر في وقت واحد والنضج يكون في وقت متقارب لجميع الأشجار فهي لها مواعيد محددة من كل سنة في نفس المنطقة يعني عندك مزرعتين في منطقة واحدة هذول يقلمون ويسمدون في وقت واحد ونمو السمار يكون عندهم في وقت واحد والنضج في وقت واحد لكن نفس النوع مزروع في مكان فيه نسبة رطوبة أو فيه مصدات رياح أو مزروع فيه محميات مغلغة تلقاها وقت ما الأشجار تسقط الأوراق في بصل الشتاء تلقاها تنمو أو تلقاها مثمرة أو حتى يكون عندهم وقت عصاد يعني في عمليات زرائية تطبق على الأشجار المزروعة في الحقول المكشوفة في نفس المنطقة من كل سنة وفي وقت محدد يعني هذه الأشجار لها مواعيد عامة وثابت أما المزروعة فيها ما كان مختلفة ما في شيء عام ولا في شيء ثابت يعني إذا قريت مقالة على الأنترنت أعرف أن مواعيد التغليم فيها هذه تخص منطقة محددة أو تخص أشجار تحت ظروف محددة وليست معلومات تخص جميع الأشجار ترجمة نانسي قنقر